ثم هيبقى فيه استعداد خاص لمباريات الدوري بعدما المنتخب يخلص الأجندة الدولية وهتكون البداية بمباراة الزمالك في الإسبوع الرابع للدوري العام عايز أقول كمان جزئية مهمة ممكن أن النهاردة الجهاز الفني للمنتخب استدعى حوالي سبع لاعبين من النادي الأهلي لانضمام لمعسكر المنتخب قيمة المنتخب محمد الشناء ومحمد عواد ومحمد بسان في حراسة المرمى رجب بكار أحمد فتحي محمود علاء باهر المحمدي أيمن أشرف عبدالله جمعة محمد حمدي طارق حامد عمر السورية وحمدي فتحي عبدالله السعيد محمد مجدي أفشا حسين الشحات وعمر جابر حسام حسن وعمر السعيد بالإضافة إلى الربعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي والتريزيجي وأحمد حسن كوكا طبعا النهاردة ممكن صلاح تعرض لإصابة في مباراته في الدوري الإنجليزي لكن طبعا قبل هذه الإصابة وقبل مباراته النهاردة في الدوري الإنجليزي كان تم الاتفاة مع الجهاز الفني أن صلاح مش هيكون موجود في لجندة دولية الحالية مع منتخب مصر في تقارير صحفية النهاردة طلعت بعد المباراة ممكن الكل كان الآن على إصابة صلاحها حسنا أن النهاردة كان في تصراحات مهمة جدا من يورجون كلوب المزير الفني لفريق ليفربول أولا إصابة صلاحها يعني التقارير اللي طلع أن هي إصابة بسيطة في مباراته النهاردة أمام ملستر سيتي اللي أقيمت على ملعب الانفيل ضمن الأسبوع السامي اللي الدوري الإنجليزي صلاح حرج مصاب في الديال أولى من الوقت بدل الضايع قبل نهاية المباراة بعد تعرضه العرقالة على لد لاعب وسط ليستر في هذه المباراة اللي انتهت بفوز ريتز 2-1 صحيفة تاميرون البريطانية علقت على إصابة صلاح وقالت أنه تعرض لضربها قبل التوقف الدولي مما سيكون أمام النجم المصري التوقيت للعودة واستراحة محارب قبل الفترة القادمة صلاح سيخضع لقشف الطب لتحديد حجم الإصابة خاصة ليفر يتأهب لمواجهة غريم والدود منشستر ينايتد عقب التوقف الدولي يوم 19 من الشهر الجاري يورجن كلوب نهاردة كان لدي تصريحات مهمة جدا في المؤتمر الصحفي وصحيفة تاميرو الإنجليزية صلت تضوء على تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول هاجم المدير الفني لفريق ليفر لاعب ليستر سيتي حمزة تودشهاري بسبب تسببه في إصابة صلاح الصحيفة نقل التصريحات من كلوب قائلا كان على حكم المباراة أن يطرد لاعب ليستر بسبب تصرفه مع صلاح هو ليس بخير حاليا بعد الإصابة أضاف المدير الفني يورجن كلوب أن صلاح رأيته في غرفة خلع الملابس عاقب اللقاء ووضعه ليس بيئة الجيد طبعا هذه التصريحات ليرجن كلوب يمكن أثارت حافيزة كل الجماهير خاصة الجماهير المصرية يمكن الجمهور إلي قوي بعد تصريحات يورجن كلوب لكن على طول صحيفة ميرور البريطانية قالت كشفت طبيعية إصابة صلاح وقالت أنها إصابة طفيفة وإن شاء الله هيكون جاهز لمباراة منشستر رونيتد إن شاء الله يوم 19 من الشهر الجاري عقب التوقف الدولي آخر حاجة عايز أقولها عمر السلال النهاردة تعرض لإصابة قوية جدا في مباراة النهاردة والجريب أن منذ انطلاقة المسابقة لغاية دلوقتي أكتر من اللعبة لنادي الآل في كل مباراة بيبقى فيها مش أقول شك بيبقى فيها تأكيد إنه يراك للجزاء نهاردة السلية الإصابة اللي اتعرض لها يمكن الجهاز الطبي قال مبدئيا الإصابة يعبارها عن جزع في كاحل القدم قطبة قوي جدا وصلت لدرجة الجزع هيكون فيه أشياء ونطمئن على حالة السلية بعد ما يعود إن شاء الله إن الفريق يركب الطائرة نهاردة الساعة 12 ويوصل القاهرة إن شاء الله حوالي الساعة 1.5 من صباح غدا الأحد لكن السلية يعمل أشياء ونطمئن على حالته خلال الفترة اللي جاء لكن الحكام مهم جدا هم يهتموا جدا بهذه الألعاب الخشنة في المباراة وسلامة اللعبة مهمة جدا يعني عامل السلية كان عينضم للصف المنتخب إصابة النهاردة بنسبة كبيرة قد طائقوا عن المشاركة في الصف المنتخب ومن ذو لحظات حتى الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم نشر تصريحات لحتى لكابت الحسن بدري بطمئن فيه هو الجهاز الفني على إصابة عمر السلية فبالتالي هي رسالة للحكام سواء محمد الحنفي محمد الصباحي يعني شايفين قدامك هاي اللقطة يعني الحكم محمد الحنفي قدامها يعني عارف لو زاوية الرؤية بالنسبة له صعبة أو هو حتى بعيد أقول ماشي زاوية الرؤية بعيدة بالنسبة لكم شوف حتى التاكلينج من اللاعب نادي أسوان نازل والكورة حتى مش في محور التاكلينج أو محور التحرك يعني دي حادثة يعني دي حادثة مش فاول وبعدين الانذار ده أنا كنت عايزة أفهم برضو الانذار من الكابتن محمد الحنفي كان لمين يعني أنا برضو الصورة ما كانتش واضحة يعني هو اعتبر الكابتن السلية بيمثل فالداله انذار ولا الوضع كان إيه بالضبط بس بشكل عام الخطة قوي جدا واللعبة بيننا هي إصابة قوي جدا وعايز أأكد على جزئة مهمة جدا يا جماعة في اختبارات كوبر اتعملت قبل انطلاق الدوري بحوالي أسبوعين في حكام لم يوفقوا في اختبار كوبر الأول ثم خضعوا الاختبار كوبر في الأسبوع الأخير من شهر ستمبر اكتازوا هذا الاختبار كان من ضمن الحكام اللي لم يوفقوا أنا عايز أقول بس بنفس المعلة لم يوفقوا في كوبر الأول ودخلوا إلى إعادة الكوبر الثاني كان الكابتن محمد الحنفي وكابتن محمد الصباحي فبالتالي لجمة الحكام عليها أن تختار حكام جهزين بشكل قولة هذه المباراة مباراة النهاردة مباراة سهلة على فكرة تحكميا على الكابتن محمد الحنفي مباراة بدون جمهور ما فيش ضغط جماهيري الأهل كسبان ومتقدم بهدفين في الشوت الأول في مقياس أي حكم بيعتبر المباراة سهلة فبالتالي كانت فرصة جيدة أن هذا يقدم مباراة كبيرة مباراة سهلة فيها لغطات تحكمية بتديك مؤشر لا أن فيه أخطاء قد تؤثر على مسيرة الفرق خلال الفترة القادمة بالنظر لمنافسين آخرين بيحصلوا على ضربات جزاء أو لم تحتسب عليهم ضربات جزاء فبيكسبوا وبيتأهلوا أو بيفوزوا بنفس عدد النقاط معاك الدور في بدايته فبيتبان من البداية عدد النقاط والمنافسة بسبب أخطاء التحكمية كل التوفيق للجنة الحكام كل التوفيق لحكامنا في الفترة الجاية لكن هي علامات بنحاول بس قادر إن كان نضع يدينا عليها عشان المرحلة الجاية لغاية لما يكون فيه تطبيق التقنية تقنية الفيديو وتقنية الفارق خلال الفترة اللي جاي حاجة أخيرة قبل مطلع فاصل واستضيف الكاتب الصحفي الكبير والنقض رياضي لأستاذ محمد ده صادق النهاردة الأسبوع الثالثة بدأ أو بالأمس بدأ الأسبوع الثالث وحتى هذه اللحظة لم يعلم الموقف الرسمي لعقوبات الأسبوع الثاني من الدور العام في لعبين قد يتعرضوا لإيقاف مباراة أو مباراتين محتاجين نعرف الموقف خلال الساعات الجاية لأن الأسبوع الثالث بدأ وكان من الطبيعي دور أي لجنة مسابقات أو لجنة انضباط لما بتجي تناقش تقارير حكام أو مراقبين قبل بتبدأ الأسبوع الجديد بتناقش ده بعد نهاية كل الأسبوع ليه؟ عشان لما تاخد قرار القرار يكون نافذ على الأسبوع الثالث مباشرة في لعبة اضطردت مثلا بعد مباراة عايزين نعرف موقفين مباراة ولا اتنين كان لازم الكلام ده يتخذ بارح أو النهاردة بالكتير لأن الأسبوع الثالث بدأ وبعد الأسبوع الثالث فيه توقف فيه أسبوع رابع فالعقوبة اللي هتتخذ هل هتبقى عقوبة بأثر رجعي ولا هتبقى بأثر فوري ولا هتبقى عقوبة مباراتين ثلاثة ولا العقوبة ايه لأنه كمان فيه قرارات إدارية بتتاخد في مباريات سواء انذار أو انذار تاني أو كارت أحمر هتبقى مخالفة للاكتب في التأرير لأنك لو كتبت مثلا أعطيت لعب انذار رساني لسوق السلوك أو تعديه على لعب منافس في فريق آخر دي في الليحة ممكن تكون مباراتين أو أربع مبارات أو سلاث مبارات لكن الإذار التاني كقرار إداري تبقى مبارات واحدة فهنا هيحصل عدم تنصيق ما بين القرار الإداري مع الليحة فبالتالي مهم جدا لجنة الانضباط أو المسابقات لما بعد تنتهي مباريات كل أسبوع تاخد القرارات عشان كل نادي يبقى عارف الواجبات اللي عليه أو الحقول ليه في كل أسبوع هو بيلعب النهاردة الأسبوع التالت بدأ كان من البديه وإحنا تعلمنا ده وشفنا دايما في اتحاد القورة بعد كل أسبوع بيتاخد قرارات كل عقوبات كل أسبوع عبل ما الأسبوع الجديد يبدأ في الفترة